موسيقى قرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400 مقاتل من أصحابه إلى خيبر التي كان بها عشرة آلاف مقاتل من اليهود وعسكر جيش المسلمين في الليل وفي الصباح عندما رأى أهل خيبر جيوش المسلمين أصابهم الفزع والخوف وآدوا إلى حصولهم وقالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خريبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين موسيقى وإن لخيبر ثمانية حصول منيعة وقوية خمسة في منطقة وثلاثة في منطقة أخرى أما ثلاثة الأول فهم خط الدفاع الاستراتيجي الأول وهم في منطقة تسمى النطاع وهم حصن ناعم وحصن الصعب بن معاد وقلعة الزبير موسيقى وحصن النزاء وحصن القموس وحصن النطيح وحصن السلال وبدأت المعركة وبعد عدة محاولات للدخول إلى حصون خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعقين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فبات الناس يجوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين علي ابن أبي طالب فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه قال فأرسل إليه فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كان لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم ولما رأى اليهود جيش المسلمين فروا إلى حصونهم فهاجم المسلمون الحصن الأول من حصون خيبر الثمانية وهو حصن ناعم الذي كان خط الدفاع الأول وفيه خرج أحد فرسان اليهود ويدعى مرحب يطلب مبارزا فخرج إليه علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وقتله ثم بدأ القتال الشرس حول الحصن الذي انتهى بانهيار قوات اليهود وتابع المسلمون الاقتحام بقيادة الحباب بن المنبر الأنصاري مهاجمين حصن الصعب الذي كان شديد المناعة وحاصروه ثلاثة أيام ثم بفضل لجوء المسلمين إلى الله فتح الله عليهم حصن الصعب بن معاد وكان من أغنى حصون خيبر بالطعام والشراب وانتقل اليهود من الحصون وتمركزوا في قلعة الزبيع فحاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فألقى الله الرعب في قلب يهودي فتسلل من الحصن وطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا فيك إن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك فإن قطعت مشربهم عليهم أصحروا لك ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع الماء فالقروا إلى الخروج وحدثت معركة عنيفة على باب القلعة وانتهت بانتصار المسلمين ونقل اليهود تمركز قواتهم إلى قلعة أبي فحاصرها المسلمون فطلب رجلان من اليهود المبارزة فخرج أبو دجان الأنصاري صاحب العصابة الحمراء الذي أسرع إلى اقتحام قلعة أبي بعد قتله اليهودي في المبارزة فدخلها المسلمون بعد قتال عنيفا دام ساعات وهرب اليهود إلى حصن النزار وحاصر المسلمون حصن النزار حصارا شديدا وعندما عجزوا عن اقتحامه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الحصن بالمنجنيق فضعفت جبران الحصن ففر اليهود تاركين أطفالهم ونساءهم وبهذا الفتح سيطر المسلمون على القسم الأول من خيبار واتجه المسلمون إلى القسم الثاني من المدينة الذي فيه حصن القموس وحصن بني أبي الحقيق وحصن الوطيح والسلال فحاصرها جيش المسلمون أربعة عشر يوما كاملة وعندما لم يجد الحصار نفعا هموا بنصب المنجنيقات فقلب أهل خيبر الصلح فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل خروجهم من خيبر كلها ويترقوها للمسلمين ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلاءهم قالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم فعطاها خيبر على أن لهم النصر من كل زر ومن كل ثمر فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وفي المعاهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بخروج اليهود من خيبر فعليهم أن يخرجوا وهو ما تم بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر